النكبة في بعض الناس بتقول النكبة الأولى 1948 والآن غزة تعيش النكبة أو الشعب الفلسطيني يعيش النكبة الثانية 20-23 في ده حضرتك تقول لنا إيه؟ يعني أعتقد مسلسل الجرام الصهيوني هو متواصل عمدار 76 عام لما يتوقف بدءا من ما ارتكبه في مجازر بعام 48 وصولا إلى 56 و67 وبعد ذلك في كل الحروب في حرب بيروت وكل الجرام التي ارتكبها لم يتوقف يوم من اليوم عن مواصلة حلمه بتدمير أو بإبادة الشعب الفلسطيني أو بفكرة التهجير القصري لأن وصلنا إلى ما حدث يوم السابع من أكتوبر لتجد دولة الاحتلال ضالتها لتنفيذ مخططها الإجرامي بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وإما التهجير القصري فشلت قضية التهجير القصري نتيجة الموقف الحازم والحاسم من قبل القيادة المصرية والذي اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض فكرة التهجير القصري جملة وتفصيلا حتى أصبح موقفا عالميا وموقفا دوليا حتى من الإدارة الأمريكية المساندة الأكبر لدولة الاحتلال والدول الأوروبية رفضت فكرة التهجير القصري ولذلك وجد الشعب الفلسطيني بأنه يقتل لأننا إذا أردنا بوضع الصورة على الطاولة بما يجري في قطاع غزة نجد بأن 35 ألف ومتين أو 300 ألف شهيد سقطوا معظمهم وغالبياتهم من الأطفال والنساء وكأن بنك الأهداف الذي تحدث عنه نيتنياهو هو كان النساء والأطفال والشيوخ ولم يكن المقاومة كما ادعى القضية الثانية لم يبقى هناك أي من مقاومات الحياة في قطاع غزة دمرت المباني 85% من مساكن ومباني قطاع غزة قد تم تدميرها دمرت كامل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات والاتصالات حتى أن المستشفات دمرت والجامعات والمدارس والمساجد والتناس وكل ما يتعلق بالحياة قد دمر ولذلك قرجت تقارير آخر تقارير للممتحدة أحد تقارير يتحدث على أن في قطاع غزة 37 مليون طن من الركام حجم إزالة هذا الركام يحتاج إلى 14 عام نتيجة وجود العديد من الزخائرة ولا في الزخائرة التي لم تنفجر عندما يتم الحديث عن آلية عادة العمار يتم الحديث عن 90 إلى 120 مليار دولار ومن الذي سيتبرع بهذا المبلغ الشعب الفلسطيني الذي كان يعيش في حالة في بيوت مستقرة وفي كل مقاومات الحياة متوفرة ومتواجدة وجد نفسه يسكن خيام لا تتوفر لها أدنى مقاومات الحياة ورغم كل ما تقدم الدول العربية والدول الصديقة من دعم ومساند لشعب الفلسطيني سواء على الصعيد الإغاثي والإنساني وعلى الصعيد السياسي وما قدمته هنا على سبيل المسان وليس الحصر مصر أكثر من 85% من المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني لمات الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه جوعاً ومرضاً بانتشار الأوبئة والأمراض هذا الأمر الخطير الذي هو أكبر من النكبة بل يشكل أم النكبات التي لحقها بالشعب الفلسطيني لأننا نتحدث عن 2 مليون و400 ألف مواطن يقتنون قطاع غزة أصبحوا بلا أمل بلا مستقبل بلا حياة أمام حالة الدمار وأمام الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت بحق هؤلاء ولم تتوقف الجريمة فقط في قطاع غزة بل هي مستمرة في الضفة الغربية بالاستيطار بعملية طرد الأهالي بعملية محاولة التهجير القصري بالاقتحامات بعملية القتل اليومي للمواطنين الفلسطينيين إذن نحن أمام نكبة أو حلقة مستمرة ومتواصلة من الجرام الإسرائيلية التي لم تتوقف لحظة ما ولذلك عندما يتم الربط ما بين نكبة عام 48 وما يجري اليوم من نكبة بل هي أكبر من نكبة إذا وجدها مصطلحا في العلوم السياسية أو مصطلحا في أي علوم أكبر من نكبة هي ينطبق الوصف على ما يجري في الأراضي الفلسطينية يتحدث المراقبين عن أن الآن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت طول الوقت داعمة لدولة إسرائيل والكيان الصهيوني بالتسليح والدعم السياسي والفيتو يقال أنه فيه تباين في المواقف بشعر رفح هل حضرتك شايف هذا الحديث قدر الصحة فيه إيه مستقبله وعامل إزاي رايح فين جاي منين حتى يعني تكون الصورة واضحة وحقيقة أولا لا خلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإن كان هناك تباين في وجهة النظر ما بين إدارة بايدن وما بين نيتنياو فهو يعود إلى خلاف قديم في عهد إدارة أوباما عندما كان بايدن نائبا للرئيس وتجاوز كل الخطوط الحمر نيتنياو رغم ما قدمته إدارة أوباما ولكن ما يتعلق بقضية رفح نحن نرى شعاراتا ولا نرى أفعالا من قبل إدارة الأمريكية الكونغرس الأمريكي بشقيه الجمهور والديمقراطي يصوت على تقديم مساعدات إلى إسرائيل بـ 26 مليار دولار منها 13 مليار دولار أسلحة فقط وعندما يتم الحديث عن حدم الدخول إلى رفح أو بإجراء عمليات محددة أو أهداف محددة وتجنيب المدنيين السؤال الحقيقي ما هي الأليات المتوفرة حتى يتم إجلاء المدنيين أو ما هي مقاومات الحياة لإجلاء هؤلاء المدنيين ألقي هؤلاء المدنيين الذين نزحوا من رفح تحت وطأة الضربات تحت وطأة الصوريخ وقزاف المدفعية إلى منطقة المواصلة وهي منطقة قاحلة أي بمعنى منطقة جرداء لا بها شبكات مياه ولا كهرباء ولا صرف صحي أي بمعنى خيام ألقيوا في خيام وكانهم في صحراء دون أي من مقاومات الحياة حتى دون وصول للمساعدات القذائية أو الإنسانية أو حتى الطبية وهذا هدف آخر استطاعت حكومة نيتينيو أن تذر الرماد بالعيون بأنها تقول بأنها تدعو المدنيين للانتقال إلى المناطق الأمينة لا يوجد مناطق أمينة في قطاع غزة كل المناطق في قطاع غزة تستهدف تقول إسرائيل بأنها على وشك عملية محدودة في مناطق رفح وبعدما سيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهي تقوم بعمليات القتل والتدمير ودعوة المواطنين في شمال مدينة غزة في جباليا في حي الزهور في كل المناطق في حي الكرامة بدعوة المواطنين إلى الانتقال تحت مسمى مناطق أمين وتواصل القصب في حي الزيتون في الشجعية في الدرج في جباليا في بيت لها في بيتها بمعنى لا يوجد مناطق أمينة في قطاع غزة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عندما وجدت حالة من الاستنفار من قبل اللوب الصهيوني بداخل الولايات المتحدة الأمريكية ماذا قالت؟ هناك موقفان الموقف الأول عندما ذهب بلينكين بالتقرير إلى لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي قال بأننا ندرس إن كانت إسرائيل قد استخدمت السلاح الأمريكي بما يخالف القانون الأمريكي أو يخالف القانون الدولة وقانون حقوق الإنسان ولم يتم التأكد من ذلك حتى في إطار المقابر الجمعية التي تم الكشف عنها وتصويرها من قبل كافة عدسات الكاميرات في كل دول العالم قالوا بأنه لا دليل على وجود مثل هذه المقابر أو بأن إسرائيل قد قامت بقتل وعمليات الدفن في مقابر جماعية وقالوا ندرس على الجانب الآخر قالت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستعيق عدم إرسال شحنة الأسلحة المحملة والتي تحتوي على القنابل ذاتي الزناء العالي ألفين رطل وألف رطل وقالت بأننا ندرس بتأخيرها خارجة عنوان نيويورك تايمز بالبنط العريض خيانة بايدن يخون إسرائيل ومن هنا بدأت تأثير حتى بدأت تفكير بأننا لسنا نتحدث عن عدم إرسال شحنة الأحضة بل نحاول أن نستفسر هل في ماذا ستستخدم الأسلحة ولا بد إدارة بايدن لم تمنع العملية برفح بل قالت بضرور تجنيب المدنيين مع المزيد من الأسلحة أمريكا الداعم الرئيسي لدولة إسرائيل يتحمل المسؤولية عن جرائمها جملة دي صحيحة من التاريخ ومن الواقع هي جملة حقيقية علينا أن نذكر بالتاريخ والعودة إلى الوراء في كافة الحروب التي دخلتها إسرائيل مع الدول العربية كان جسر الجوي الأمريكي متاح وفي نفس اللحظة وفي نفس التوقيت تزود إسرائيل بأحدث الأسلحة طائرات في 35 الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لم تزود بها دولة سوى دولة الاحتلال حتى تضمع لها التفوق العسكري 73 الدبابات نزلت بتخوى وتوقفهمها الجسر الجوي الأمريكي فتح في محاولة لإنقاذ إسرائيل في عام 73 بعد انتصار أكتوبر كل ذلك وضعناه تحت المجر نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وعلينا أن نقتبس مما قاله بايدن عندما زار إسرائيل قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لا عملت على إيجادها لأن إسرائيل هي دولة وظيفية في المنطقة تقدم أو تخدم في مستقبل أو أراء أو أفكار الإمبارلية والاستعمار للعالمي هنا منطقة الشرق الأوسط منطقة جيوسياسية ومنطقة صراع كانت منطقة صراع للنفوذ ولذلك وجدنا في اليوم التالي بعد السبع من أكتوبر حركت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حاملات بالإضافة لغواصة نووية وبريطانيا أرسلت بوارجها الحربية وكل ذلك ليس من أجل غزة ولكن حتى تبقى أو تكون رسالة وإشارة بأن منطقة البحر الأوسط ومنطقة الشرق الأوسط هي تحت السيطرة الأمريكية والأوروبية وليس بعدما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع المنتشر في جنوب آسيا أو في المنطقة اليساوية وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية ومحاولة نقل الصراع بين الصين وتايوان أرادت أن تعيد وجود أو إظهار قوة على أنها هي القوة الفاعلة والوحيدة في العالم وخاصة بعدما بدأت تخرج مصطلحات متعدد القطبية وبدأ بروزل والصين والروسية كأقطاب جديدة في العالم أرادت إرسال رسالة إلى المجتمع أو إلى العالم أو إلى هذه الدول بأننا نحن الدولة التي لازلت القطب الأوحد في العالم ترجمة نانسي قنقر